وعقد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي ايضا اجتماعا لمتابعة عدد من ملفات عمل وزارة التعاون الدولي وموقف المشروعات التنموية المنفذة من خلال الشراكات الدولية تناول لقاء سبل تعزيز التعاون مع شراكاء التنمية من اجل دعم اكبر للقطاع الخاص في ظل ما توليه الحكومة المصرية حاليا لتعظيم مساهمته في النشاط الاقتصادي وكذا في اطار دعم اولويات التنمية الوطنية اشتركوا في القناة